هذا وعقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا مع نوذرائه بالسعودية وقتر والأردن ووزير الدولة الإماراتي للتعاون الدولي وأمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ذلك لبحث جهود وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تناول اللقاء التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية وأكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة إنفاذ المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع كما أكد الوزراء على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكلة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وقددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين وتوافق الوزراء على عقد اجتماع الخبراء من الدول المشاركة بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة لتحديد خطوات ملموسة ومنسقة ذات أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية